اشتركوا في القناة اعتداءة همجية على المصلين والمعتكفين في المسجد من الرجال والنساء واغلاق للمصل القبالي بالمسجد الاقصى بالسلاسل الحديدية بعد محاصرة المعتكفين داخله ثم اقتحامه واطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي ضد المصلين العزل الذين لم يجدوا الا قثف القوات المهاجمة بالاحذية وبعض المحتويات من مقاعد وغيرها للدفاع عن المسجد الأمر الذي خلف عشرات المصابين في المقابل انتشرت دعوات بين نشطاء الفلسطينيين بمواقع التواصل الاجتماعي تطالب فلسطينيين داخل وظيفة الغربية والقدس وضواحيها باستمرار اعتكافهم في الاقصى حتى اخر ايام رمضان لمعنى اقتحام المستوطنين المخطط له حتى الخامس من شهر حزيران الجاري من جهتها اكدت حركة حماس ان افراغ المسجد الاقصى من المعتكفين بالقوة والاعتداء على المصلين يعكس انزعاج الاحتلال جراء مشاهد مئات الاف من المصلين الذين احيوا ليالي العشر الاخر من شهر رمضان في صحات المسجد كما يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة الديانة والمقدسات الاسلامية مؤكدة ان حكام الامة الاسلامية والمجتمع الدولي بات امام اختبار حقيقي ازاء هذا التصعيد الصيوني والذي يستادف عقيدة الامة ومقدساتها